اشتركوا في القناة وعين قادمين للوقوف على عديد الموضوعات الهمة من باب سياسة الكتاب المفتوح وتطبيق آلية الأبواب المشرعة في وجه أي تساؤل أو استفسار أو طلب خدمة قد يسرقها عقل المواطن لترد على لسانه يراد منها حصوله على الإجابة الشافية من قبل المسؤول المباشر والمعني في إعطاء الإضاحة المطلوب سارعت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية بالتعاون مع هيئة جودة التعليم والتدريب على تدشين مدونة إلكترونية مباشرة عبر موقع الإنستجرام خاصية الفيديو الحي صوتاً وصورة وذلك في إطار تعزيز الشفافية ومشاركة المعلومات بين أصحاب القرار والجمهور تنفيذاً لتوجيهات القيادة الحكيمة بالتواصل وإحنا دائماً نستفيد من هذا التواصل على الجهتين الجمهور يحصل على الإجابات وعلى الاستفسارات في خاطرهم وإحنا كذلك نستفيد من هذه التغذية الراجعة التي نستفيد من استفساراتهم في تطوير آلياتنا وعملنا فيها أجر التعليم والتدريب هذه الزاوية التفاعلية ستفتح المجال أمام طرح عديد القضايا ذات صلة بالخدمات الحكومية الإلكترونية بأسلوب يتيح تبادل وجهات النظر وتحقيق أوسع مشاركة ممكنة من قبل متصفحي ومستخدمي هذه المدونة طبعاً اليوم انطلاق المدونة بيكون أول نصف ساعة إنستا لايف ويكون في الأسألة بتيني ونحاول أن نجيب على أكثر عدد ممكن منها ولكنها بتستمر على مدى أسبوعين كاملين بحيث أننا بشكل يومي نرد على الأسألة التي تسأل ونجاوب عليها إضافة إلى أي سؤال اليوم لم نستطع لضيق الوقت أننا نرد عليهم كل الأسألة والاستفسارات بيرد عليها مدونة تعرض ضمن إطار متجدد وعلى مدار الساعة أحدث الموضوعات التي تفرض نفسها على الساحة المحلية مثل بتكون متصلة تصال مباشر بعمل الهيئة من مراجعات المدارس والمعاهد والتعليم العالي وكذلك المتحانات الوطنية والإطار الوطني للمؤهلات فأي استفسار حول هذه المواضيع هي التي تكون محاورنا للتواصل في هذه المدونة خطوة تشاركية من المؤكد أنها ستحظى بثقة المواطن في سماع صوته وتلبية رغباته وإما تطلسام عن أي غموض قد يعتري كيفية حصوله على أي خدمة حكومية هو ماض في تسويتها لتلفزيون البحرين محمد رشيدات ترجمة نانسي قنقر